إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في تحليل البيتكوين اليومي نحن اليوم 29 يونيو 2021 وسنقوم بتحليل البيتكوين لهذا اليوم قبل ذلك أتمنى منكم أن تشاركوا في قناة التليجرام المجانية بها عروض آخر عرض وهذا العرض اللي ترونه أمامكم تم تمديده هذا العرض وتحصل على دورة واحدة على دورتين بسعر دورة واحدة التحليل الموجي والبرايس أكشن ويعني دورة التحليل الموجي موجودة فيديوهات قريبا 19 إلى 20 فيديو سيتم وضعها يوم 3 يوليوز وأول يوم لوضع فيديوهات هذه الدورة دورة البرايس أكشن كما وعدتوا الإخوة من كان يرغبوا في هذه الدورة معلي ليل تتصل بي هنا على هذا الرابط على التليجرام هذا الرابط على التليجرام أصدقائي كذلك من كان يرغبوا في استشارة من كان يرغبوا في استشارة كل من لدي يعني هناك أشخاص دخلوا في صفقات ولا يعرفوا كيف يتصرفون منها كل ما عليك فعله أن تتصل بي هنا على هذا الرابط نحط تحجيز موعدا وأبدأ ما كان يستشارة لا مشكلة في ذلك كذلك لا تنسوا أن تذهب إلى الموقع برويف تريدر دوت كوم برويف تريدر دوت كوم وأن تقوم بتحميلات الكتب مجرنا فقط تضغط على الإبداع الآن مجرنا تضع إيميلي كرخص وتصلك هذه الفيديوهات إلى إيميلي كرخص بدون المشكلة نعود إلى البيتكوين أولاً يجب معرفة أن تدول منها خطيرة وكل ما نقدمه في هذه القناة هو لتتقيف ده مغزى تتقيفي وعلمي 100% لا نعطي لنا نصح مالية ولا استثمارية تضغط على زر شراء والبيع فأنت المسؤول مسؤولية تم مع القراراتك نحن لن نتحمل أي مسؤولية إذا بدأت من فريم اليومي دائماً أقول نحن في منطقة بايعين نحن في منطقة بايعين لازمنا في منطقة البايعين لاحظوا ما دمنا ما بين هذه المنطقة والمنطقة نحن في منطقة بايعين عندما دخل البيك بوي هنا على فريم اليومي عندما وصل السياح إلى المنطقة قال بو 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 إني أخسر أموالي لا يمكنني أن أبقى أبيع يجب أن أنتظر أتوقف عني البيع وأنتظر إلى أن يظهر مشترون قبل البحث عن البيع أن يظهر مشترون قبل البحث عن البيع وبذلك عرفنا أنه نحن الآن سنبقى في هذا التصحيح ولهذا استغلينا هذا التصحيح على فريم الساعة والخمسة عشر دقيقة والأربعة ساعات وعندما حللنا التصحيح وجدنا أنه لدينا تصحيح معقد لماذا تصحيح معقد؟ لأنه به موجات دافعة ليست هناك موجات تصحيحية أول موجة تصحيحية وجدناها هي أتي وقلنا أنها هي سر أو مفتاحنا لهذا التصحيح وتوقعنا أن ينزل السوق إلى هذه المنطقة وبالفعل ذلك الذي قام به بعد ذلك قلنا أوكي تلزمنا هذه الموجة وتوقعنا أن يسعد السعر وهذا ما حدث وقمنا بالشراء وهذا الذي حدث كذلك بعد ذلك قلنا أوكي تلزمنا هذه الموجة وبعد ذلك ما الذي وقع حصرت هذه الموجة ولكن عندما تم كسر هذا القاع كنا نتوقع أن يتم كسر فقط هذا القاع عندما تم كسر هذا القاع قلت أوكي أنتظر هذه الموجة ولكن في الأول كنت أتوقع أن تكسر هذه الموجة ولكن الآن إذا استطعت أن تعطينا فقط طول هذه الموجة هنا فهذا جيد وهذا ما نتوقعه حاليا ولكن قبل ذلك كان لدينا هذا النطاق وكنا قد قلنا ربما نبحث عن الشراء نبحث عن الشراء انطلاقا من هذا البول باك ومن اشترى في هذا البول باك وساعد السلة المنطقة كان يجب أن يحاول وقف خسر إلى بريك إيفن أو يخرج بريك إيفن هنا أو حتى يخرج بخسراء صغيرة هنا لا مشكلة في ذلك يعني خمس توقعات ربما التوقع الأخير كان ليس خاطئا وإنما لم تعرف كيف تتصرف معه هنا نقول لم نعرف كيف نقوم بتسيره مثلا وكنا قد قلنا استباقا أنه يجب عليك أن تحاول وقف الخسراء إلى بريك إيفن نفترض أنك لم تحاول وقف الخسراء لا مشكلة لنقول أن هذا التوقع كان خاطئا مثلا كان خاطئا طيب الآن ماذا قلنا في آخر يومين آخر يومين عند تحليل البيتكوين آخر يومين قلت أنه في هذه المنطقة إذا أردت أن أشتري إذا أردت أن أشتري للبيتكوين أريد أن أرد تصحيحا هنا قبل البحث عن الشراء لأنه هناك احتمال أن ينزل البيتكوين لمرة أخيرة لذلك عندما أعتر هذا التصحيح عليك أن تقوم بشراء من هذه المناطق لأنه تصحيح جميل ماذا قلنا كذلك في آخر يوم قلنا أن هذا نطاق وإذا تم كسره بقوة هذا يعني أنه ربما البيتكوين سيسعد ليعطيني على الأقل على الأقل أقول على الأقل مثل هذه الموجة على الأقل مثل هذه الموجة يعني لا نتوقع أن يتم كسر هذه القمة ولكن على الأقل نصل إلى هذه المنطقة أوكي وربما هذا الذي يقوم به الآن البيتكوين ولاحظوك أنه لديه نطاق ربما سنرى هذا النطاق على فريم الساعة ليس واضحا فريم أربع ساعات ربما على فريم أربع ساعات يعني هذه المنطقة ولاحظو الآن بدأنا فيه الكسر بقوة أتمنى أن تكون قوة أكثر هذا يقول لي أن هناك بيك بوي دخل هنا بيك بوي دخل هنا وبيك بوي دخل هنا وسنبحث عن المومنتوم على الأقل إلى المنطقة وعلى الأقل إلى بداية هذا الرنج التي هي مستوى 39.590-600 أو مستوى 41.220 هذا هو المستوى التالي الذي يمكن استهدافه هل قد يستعد السعر أكثر ممكن جدا أن يستعد السعر أكثر هل هذا يعني أننا نبقى في صفقات لا إذا سعد السعر أريد أن نرى نقصا في الزخم هنا في هذه الموجة لأنني أبحث عن البيع لا تنسوا أن قوتنا هي بيئية وليست شرائية نبحث عن البيع لمرت أخيرة لكسر هذا القاعل لأنه لم يتم كسره كثيرا فقط كسره لمرت نقال ثم رجع لذلك سنبحث عن الشراء إلى هذه المناطق ثم نخرج من صفقتنا وبعد ذلك إذا سعد السعر وأعطانا فرصة للبيع نبحث عن البيع من القمة إلى هذه المنطقة ويكون هذا أفضل سعر لبيع البيتكوين إذا يكون هذا البيك بوي حصل على تخفيض في هذه المنطقة وهذا السعر سيكون مناسبا له وأكيد أنه سيستفيق للبيع لكسر القاعل مرة أخرى وهنا سيقولون أنه إيلون ماسك قام بخابر أو أنا لا تهمني هذه الأمور ما يهمني ونرى ما الذي يحدث في الشرط وحلله بطريقة منطقية وأقوم باستعماله إذن هذا هو تحليل إخواني للبيتكوين اليوم من كان يرغب في دورتنا التدريبية قمنا بتمديد عرضي سعر دورتنا بدورة واحدة إلى نهاية الأسبوع يمكنك الاتصال بنا عبر التليجرام عبر هذا الرابط كذلك من كان يرغب في استشارة ووجد نفسه في صفقة سيئة يرغب في استشارة بالنسبة للاستثمار في بيتكوين أو دهب أو فوريكس أو أسهم ما عليه اللي اتصال بنا عبر هذا الرابط نحجزه موعداً ونبدأ باستشارتنا إن شاء الله لا تنسوا أن نعلمنا في الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته